بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول من أبواب الإعراب بالنيابة المثنى وما يلحق به تعريفه قالوا في تعريف المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين واغنى عن متعاطفين لاحظوا معي في تعريفه أن المثنى يشمل المذكر والمؤنث على عكس جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم كل منهما يختص بجنس معين أما المثنى فيشمل المذكر والمؤنث أما في قولهم أغنى عن متعاطفين فهذا يعني عندما أقول جاء زيد وزيد يمكن الاستغناء عن هذه الجملة فأقول جاء الزيدان يمكن أن أقول جاء الزيدان أقول على سبيل المثال قرأت كتابا وكتابا أقول استغناء عن هذا التطويل قرأت كتابين هذا هو معنى قولهم أو معنى قولهم وأغنى عن المتعاطفين طيب كيف يعرب هذا الاسم بأي شيء يرفع وبأي شيء ينصب وبأي شيء يجر قالوا يرفع بالألف نيابة عن ماذا نيابة عن الضمة وينصب بلياء نيابة عن ماذا نيابة عن الفتحة ويجر كذلك بلياء نيابة عن الكسرة ولعلك تلاحظ أن هذا الباب من أبواب الإعراب بالنيابة وهو المثنى قد دخل تحت هذا الباب الكبير من جهات إعرابه الثلاث فهو يرفع بعلامة مقدرة وينصب بعلامة مقدرة ويجر بعلامة مقدرة أمثلة على ذلك قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون قال رجلان لاحظ أنها جاءت بالألف إعرابها في هذا الأسلوب فاعل قال فعل ورجلان فاعل مرفوع مرفوع بماذا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه يدخل في باب المثنى فلا يرفع بالضمة في آية أخرى فوجد فيها رجلين رجلين هنا بدلا من رجلان أصبحت رجلين لأن الموقع العرابي أختلف هنا وجد فعل والفاعظ بالمستر وفي رجلين مفعول به منصوب علامة النصب هنا الياء ينصب بالياء لأنه مثنى لأنه مثنى أقول في أسلوب آخر مررت برجلين كريمين إعراب رجلين هذا حرف جر إذن إعراب رجلين اسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من المثنى كريمين ما إعرابها كريمين صفة صفة لمن صفة للرجلين وصفة المجرور تأتي دائما مجرورة وهي مجرورة أيضا بالياء لأنها أيضا مثنى هذا هو إعرابه وأمثلته أما ملحقاته فقال العلماء يلحق بالمثنى يلحق بالمثنى إثنان واثنتان من غير شرط لا يوجد شرط لأن يعربان إعراب المثنى فهما يعربان إعراب المثنى مباشرة أقول مثلا هذان طبعا إثنان للمذكر واثنتان للمؤنث أقول هذان إثنان خبر مرفوع حمد رفعه الألف وأقول مررت بإثنتين لاحظوا معي هنا أن هنا هنا جاءت الألف لأنه جاء مرفوع وهنا جاءت لأنه جاء مجرورة وهو يأخذ إعرابه إعراب المثنى من دون شرط أما كلا وكلت فهناك شرط لكي يعربان إعراب المثنى وهو أن تتصل أن يتصل بضمير مثلا أقول كلاهما وكلتاهما وكليهما وكلتاهما هذا هو الشرط في إعرابه إعراب المثنى أن يأتي متصل بالضمير لاحظ معي هنا الألف لاحظ معي هنا كلتاهما أيضا الألف للمثنى طبعا كلاهما المذكر وكلتا المؤنث هنا لاحظ معي الياء وهنا لاحظ معي الياء هنا لاحظ معي أن الضمير هنا قد اتصل بكلا وكلتا أقول على سبيل المثال تمثيلا على هذه القاعدة أقول مررت أو جاء الرجلان كلاهما جاء الرجلان كلاهما هنا تأكيد للفاعل والتوكيد يأخذ حكم المؤكد فهنا الرجلان فاعل مرفوع فتأتي هذه فاعل مرفوع لاحظة الرفع بالألف أقول مررت بالرجلين كلاهما ليس تغيرت الياء هنا لماذا تغيرت الياء لأن المؤكد حقها تغير فهنا تعرب إعراب إعراب المثنى أما إذا اتصلت بالاسم الظاهر إذا اتصلت بالاسم الظاهر فهي لا تعرب إعراب المثنى كأن أقول مثلا جاء كلا الرجلين أقول جاء كلا ومررت بكلا الرجلين لاحظ معي كلا هنا وهنا كلا هنا جاءت مرفوعة وبكلا مع وجود حرف الجر لأنها جاءت أيضا مجرورة لكن بعلامة إعراب مقدرة إذن القاعدة تقول كلا وكلتا إن اتصلت بالضمير فهي تعرب إعراب المثنى تعرب إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء أما إذا جاءت متصلة بالاسم الظاهر كما هو هنا في الرجلين اسم ظاهر فإنها تعرب إعراب الإسم المقصور أي الإسم المختوم بألف تقدر عليها علامات الإعراب الثلاث ترفع بضمة مقدرة تنصب بفتحة مقدرة وتجر بفتحة مقدرة لا يتغير شكل آخر هذه الكلمة لأنها مختومة بالألف مقصورة مختومة بالألف فهي اسم مقصور انتهى درس المثنى وما يلحق به نلقاكم في باب آخر من أبواب الإعراب بالنيابة السلام عليكم ورحمة الله